السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البساطة مع كريمة نتمنى هذا الفيديو رقاكم في احسن الاحوال دائما ضمن الوصفات السهلة والبسيطة اليوم سنقترع لكم الكاب كيك او الماضلين كي يجو رائعين جدا بيضة واحدة كي يجو خفاف مقبين ان شاء الله اخواتي تجربوهم وينالوا الاعجاب ليلكم وكل عادة لاعجبكم هادلا فيديو ما تبخلوش لي اخواتي باللايكات ديالكم ومنطولش عليكم انتقلوا جميع باش نتعرفوا على المقادير وكذلك طريقات تحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمكونات عندي هنا يا بيضة ضروري تكون بحرارة المطبخ كذلك تكون بيضة للحجم ديالها كبير كذلك غضي نضيف كاس من السكر السيعة ديال كاس مية وخمسين ميلي هنا غضي نضيف الفاني ممكن انا ضفت الفاني السائلة ممكن نضيفه كاس من السكر الفاني سافي هنا كنخدم المكونات مزيان حتى يتغير بطبيعة الحال ذاك اللون ديال الخالط وكذلك ايه يضع في الحجم دياله ممكن اه تخلطوا هاد المكونات غير بالخلاط اليدوي مهم ان البيضة تكون بحرارة المطبخ كذلك غضي نضيف هنا يا كاس الى ربع ميناء الزيت بالنسبة الزيت كنضيفوه بالتدريج احنا كنخلطه بطبيعة الحال النسبة كنعبر بالكاس ديال العنباء لسيعة دياله مية وخمسين ميلي واكيد المقادر المضبوطة غادي نخليها لكم في صندوق الوصف هنا سافي غادي نضيف كذلك كاس من الحليب طبعا الحليب يكون بحرارة المطبخ سافي كنخلط هذه المكونات مزيان هنا سافي غادي نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق غادي نضيفوه دفوعات اضفت هنا كاس الاول ثم غادي نزيد الكاس الثاني بالنسبة للقوام ديال الخالط ديال الكابكيك ضروري يكون القوام دياله تقيل نوعا مع الخالط ديال الكيك العادي هنا كذلك زد الكاس الثاني ثم غادي نضيف كيس ونصف من خاميرات الحلويات ما يعادي اه 12 قرام بالنسبة للكيس الاول ضفته كامل اما الكيس الثاني ضفت غادي نصف دياله كما قد لاحظوا معايا في الصورة سافيه كان خلط مزيان وكنضيف الدقيق بالتدريج تان تحصل على واحد الخالط اللي يكون القاوم دياله يعني تقيل نوعا ما على الخالط ديال الكيك العادي لان هاد الكابكيك غادي نوضع في الوسط دياله الشوكولات ديالك الخالط خفيف غادي تهبط لنا ديالك الشوكولات للأسفل هنا كما تلاحظوا ره باقي الخالط يعني خاص نزيده واحد نصف كاس يعني المجموع اللي يضفت هو جوج ديال كؤوس ونصف بالنسبة للكم هناك تختلف النوعية ديال الدقيق ممكن تضيفه جوج كؤوس ونصف او جوج كؤوس وربع يعني تحجم البيضاء لهاك تختلف سافيهنا الخالط ره باقي خاصة اه الدقيق خاصة نزيد له نصف ديال كاس يعني ما يعادل ميتين وخمسين قرام وبطبيعة الحال النوعية ديال الدقيق لهاك تختلف ممكن تضيفه جوج ديال كؤوس ونصف او جوج ديال كؤوس وربع وكذلك حتى حجم البيضاء مهم ان الخالط خصو يكون تقيل قليلا على الخالط ديال الكيك ان شاء الله اخواتي تجربوا هاد الكاب كيك ونجحوا معاكم فقط تبعوا المكونات وكذلك طريقة باش ان شاء الله ينجحوا معاكم في الاخر غادي نضيف ميل عقا ديال الخل اللي كتعطيك واحد الخفاء رائع جدا صافي كما كتلاحظو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه مش يخفيف كذلك مش يتقيل بزاف هذا هو القوام الصحيح احنا صافي غادي ندخله للتلاجة ونخليه تقريبا 15 دقيقة من اسرار نجاح الكيك ضروري اخواتي تخليه واحد 15 دقيقة حتى العشرة ديال الدقائق اه في تلاجة كما كتلاحظو يعني القوام ديال الكيك يعني راه واضح امامكم صافي هنا غادي ندخله للتلاجة وغادي ندوز هنا نحضر القواليب صافي هنا الخالي ديالي بعد امرو 15 دقيقة غادي ندوز هنا نحمر القواليب ديالي احنا غادي نوضع تقريبا غير نصف ديال الكمية ديال الخاليط لانا انا غادي نوضع اه شكلاد في الواسط ممكن كذلك توضع المربع سافي هنا غادي ناخد قطع ديالشكلاد مربعات وغادي نوضع في الواسط هلاش قلت لكم ضروري انا الخاليط ديالكم خصو يكون يعني تقيل قليلا لانا لك الخاليط خفيف ووضعتو هات الشكلاد غادي هبط لكم الاسفل سافي هنا لقا نغطي داك الشكلاد حاولوا انكم ما تعمروهمش مزيان لانا غادي ضعف الحجم ديالهم باش ما فيدوا الكمش هنا غادي نزينهم هاد الحوبيب ديالشكلاد او الشكلاد ديالكوكيز ممكن كذلك ترشوع لهم غير اللوز ايفيلي او كاو كونكاسي او كذلك تخليهم هاكاك وبالنسبة لطريقة ديال الطياب ضروري اخواتي هنا في الاوراني شدرت الفورن يسخن زيان على مية وتمانين درجة كانوا وضع اللطة ديالي في المكونات وكذلك حتى الطريقة ديال الطياب باش ان شاء الله ينجحوا معاكم وبالنسبة للفورن الغازي كتشعلوا وكتسخن في الاول الفورن مزيان وكتوضعوا اللطة في الاعلى النار طبعا من الاسفل تتلاحظوا انه يعني اه طلعوا او انتفخوا كذلك بدوكي حماروا من الجوانين ثم تشعلوا عليهم النار من الاعلى تيتحمر وياخدوا هاد اللون هادا وكيما كتلاحظوا انه النتجة واضحة امانكم كي يجوم قبين اخفاف قطنيين ان شاء الله اخواتي تجربوهم ينالوا الاعجاب ديالكم في اعلان كي يستحقوا التجربة اه لكاب كيك او لماضلين اللي ناجحين مكونات اللي بسيطة فقط ببيضة واحدة كنتمنى هاد الفيديو يكون للاعجاب ديالكم وكي العادة لاعجبكم هاد الفيديو كنتمنى اخواتي توصلوا الاكبر عدد من اللايكات وكذلك لاول مرة كيشاهد القناة ديالي كنتمنى انه يشترك في القناة وفعل زر التنبيهات بشيصلكم كل ما هو جديد الى اللقاء مع الملتقى ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة